هنروح لطبعا للسيدات كرة السلة سيدات كسبنا الجزيرة زمن اللي بيحصل في الرجال بيحصل في السيدات احنا في دور التمانية بنقابل الجزيرة فوزنا كبار وصغيرين فوزنا كبار بنتيجة 87-63 وصغيرين ايضا فوزنا بنتيجة 47-32 يبقى كده فوزنا بنتيجة المباريتين ومباريتين اتلعبوا يوم الاتنين اللي فات في صالة الامير الصالة الشهداء في النادي الاهلي المباراة القادمة ان شاء الله هتبقى يوم السبت اذا ربنا كرام لو قدرنا طبعا النفوز بتهيألي يعني بالشكل ده لو قدرنا نفوز في مباراة المرتبط بنسبة كبيرة هيكون ان شاء الله مباراة الكبار او السيدات هيبقى تحصيل حاصل والنادي الاهلي يقدر يتأهل مفكركم ان الفريق ده فاز من طول القاهرة ضد نادي الجزيرة وكنا نقلنا المباراة يعني على قناة النادي الاهلي والحقيقة يعني برضو النادي الاهلي هيقابل الجزيرة في كاس مصر يعني يمكن فريق الجزيرة واعب في طريقنا في كل القرعات ولكن الفريق الحمد لله ماشي بشكل جويس فيه اصابات زي ما قلت لكم ولكن كابتن علي هاشم المدولي فني بيستعود الاصابات دي عندنا سكواد كويس عندنا مجموعة من اللاعبات جيدات وكمان ايضا الفريق الناشئات التلات اللاعبات اللي انضموا للفريق الاول عقب عودتهم من منتخب الكبير طبعا اد ودعم كبير للفريق الاول اشتركوا في القناة